عساني ما وصلت لمجلس النواب أخ صالح في عنده تعالي شوي مع بعض الناس نعم في عنده تعامل عنصري نعم مع بعض مكونات الدائرة نعم واي الناس اشتكى عليهم على فكرة هو مو نائب و هو مبطلع عظوية تحس الدائرة ممكن تناصر المرأة؟ صعب بسألك عن موضوع الاستكتاب انا مستعد ييبون المرشحين كلهم ويكتبونهم صدقني صغطون يتهموني ان انا حسن وضعي المادي والله انا ما تفرق معاي ارحب فيكم في بودكاست لبسيتين مع الاخ صالح السادة احد المرشحين الثمانية في الدائرة مرحبا اخ صالح مرحبتين استاذي استاذ راشد مشكور على هذه الفرصة ان احنا نطلع للجمهور ونراويهم اهتماماتنا وتطلعاتنا حق الدائرة شكرا من وين بديوا اياه؟ قل لي والله انا ما تفرق معاي من وين يعني؟ والله اللي تأبي ما تفرق يمين يسار توقع الله يجعلنا من هاليمين روح اجمعين كنت انت قائد الحملة الانتخابية الى النائب السابق ابراهيم النفاعي نعم ونجحت الحملة في انه يوصل لمقعد المجلس المجلس السابق ولكن ما نضميت او هو يمكن ما خلاك ضمن فريقة في المكتب بعد انه لثقة الناس نعم كنت تسائل مع زملائي فريق الاعداد خلا نبحث عن هذه الحقبة ونسأل اخونا صالح فالاجوبة اللي يتقاتل ان الاخ صالح في عنده تعالي شوي مع بعض الناس في عنده تعامل عنصري مع بعض مكونات الدائرة هل صحيح هذا الشيء؟ لا اول شيء امسي عليك بالخير وامسي على اخوي بخالد براهيم النفاعي طبعا انا الله يسلمك ان اعرض عليك ان انا اواصل اياه في حملته ولكن انا انسان يعني شا اقول هذه المسئولية امان امانة كبيرة وانا خفت اقصر فيها خاصة مع اهالي الدائرة الثانية فلذلك انا رفضت لان كوني مو صاحب غرار يعني دايما انا امسك الاشي اللي اكون انا فيه صاحب غرار علشان اقدر انجز او انا اتكلم عن نفسي ما تكلم بالصان احد هذه الشيء وبالعكس اهل اهل البسيتين واهل المحرك يعرفوني زين ويعرفون ان انا ولادهم وفي قمة التواضع وفي قمة الاجتماعية والتعاون بالنسبة لي مثلا الانتقادات الحادة اللي ساعة تتوجهها الى انصار بعض التيارات السياسية ما تحس ان هذي ممكن تنفر بعض من جمهور الناخبين اقول لك شيء استاذ راشد عساني ما وصلت لمجلس النواب ولا اي غاية انا ابتغيها من وراء اخفائي او نفس ما يقولون يعني اللعب عساني الله لا يناولني اي شيء اذا انا مثلا بايلس ادغدغ مشاعر الناس ولا ترى استاذ راشد انا لا والله انتميلك لا والله توجهك صحيح لا لا انا ما عندي انا انسان واضح يمكن كسبت محبة الناس بسبت وضوحي وعدم تلوني يكون واضح في موقفي وهذي دائما بيكون هذي طارحي ان انا مواقفي ثابته وان انا توجهي ثابت وهذي الله يثبتنا وياكم على كلمة الحق على طوله لكن الاساس خوي صالح الشخص يترشح للفوز وليس يترشح للتنافس فانت لما تقول مثلا انا ما ام بهذه المسئولية فكأنما يعني مو غايتك الفوز لا انا ما قلت ما بغي هذه المسئولية انا اتكلم استاذ راشد اقول اذا تلوني بيوصلني لغاية انا ما بغيها انا اكون واضح هذه نهجي هذه يعني هذه اهوى سالكي اهمى بياخذوني علشان انا اقول لك شي على فكرة وايد من الجماعات ذي اللي انا انتقدها ايدت موقفي الثابت وضوحي معاهم ان انت انسان صريح ما بتلون بتتقول وبالعكس يحاولون يدشون وياي في نقاشات عشان يثبتون لي وانا ارد عليهم الحجة بالحجة فبالعكس يا لس انا يعني ادخل فيهم ادخل وياهم في حوارات نرجع لفترة بسيطة ايه انت انتقدت النائب المبطلة عضويته نعم هم نائب هم مبطلة عضويته مبطلة عضويته النائب المبطلة ايه واشتكى ضدك في النيابة العامة اظن ايه او في مركز الشرطة شي من هالقبيل وايد ناس اشتكى عليهم على فكرة وايد احنا نتحكى عن حالة صالح نعم ايه فعطني المسار ان هل حفظت هل احيلت للمحكمة هل ادنت في المحكمة ولا برا اتك ما له اطار قانوني اصلا غضية حفظت يعني ان حافظت ما له اطار قانوني شنه هي الشاكوة شاكوة حلمان السيد ومارشنه يعني شي له يعني ما له اطار قانوني حتى الرجال استغفر الله العظيم حتى الجرائم الالكترونية قسم الجرائم الالكترونية في التحقيقات قلت لهم انتوا ليش انادييني منصدشكم انتوا انادييني على حلم قالوا لي سيد احنا اي واحد يقدم بلاغ احنا واجبنا كرجال امن قسم الجرائم الالكترونية نستقبل اي بلاغ ونحقق فيه ونحيله للنيابة والنيابة هي المسؤولة انها فكان بلاغ كيدي يعني تعتبر والله شو اقول لك يعني ما لا شكل غانوني انت انت استدراشد انت تحكم ما صار شي ولا شي انخذت يعني تخيل انا على ذي المستوي الآن واصل اليوم وصلت البرلمان ما عرف حتى اشكل غضية لما اعلنت ترشحك هذه المرة انت قلت ان انا انا يمكن من خطأي في الانتخابات الاخيرة الفين واثين وعشرين ان قلت ان الدائرة محسومة نعم والان يمكن يتكرر خطاب الحسم بشكل مباشر او غير مباشر نعم قراءتك لهذا المشهد مشهد ترويج خطاب الحسم والله والله ان اكثر شي تحسفت عليه في الانتخابات اللي فاتت سنة اثنين وعشرين ان انا صرحت هذي التصريح ندمت عليه ندمت عليه استصغرت من يعني انا اعيد في كل مرة باعيد اسفي وتكراري ان شاء الله انه يغفر لي ذي الاسف وسط هالريايل ماري شون اندفعت سبحان الله طالما انا بشر فيين يروح لازم اغلط اي قد اثر عليك هذو بشكل عكسي يعني لو ما قلته الخمسين صوت كانت اي قد بتكون ام ماك ماعرف وبعد في ذاك الفاترة يعني لها ظروفة فانا تكلم كل ما رحت حقاحت كان يقول لي انت خلاص حسمها اتخيل كانوا يقولونها بثقة ولا بثقة؟ لا بثقة احتراما لي كوني انا جدامة بس انت بعد انت استاذ وتعارف كل ما رحت حق احد يقول لي انت ما شاء الله عليك حاسم الدائرة خلاص بعد ليش؟ ليش محتاج نحن ليش يا ينا؟ تنك معين؟ تخيل كل ما رحت حق احد يا جماعة الخير انا وولادكم قالوا انت حاسمها ما حشامتنا ما حشامت هالي الدائرة انت حاسمها خلاص تفضل هذي اكبر خطأ واتمنى اهل اللبسيتين الكرام ان يعذروني عليه وانا وولادكم والاعتذار من شيء من رجال هل موجود خطاب الحاسم حاليا في الدائرة؟ من مرشحين اخرين؟ يمكن مرشحين لا لكن كان في موجود رصدنا من قبل فريق اللوياي رجال لهم مكان يعني محبوبين في المجتمع انا اعتقد تسرعوا ماري انا اعتذر لكن انا كولد من اولادهم انا اقول تسرعوا مفاتيح الانتخابية قصد اي اي ناس لهم ثقلهم اعتقد لم يجدون في هذي الطرح اذا حالفك التوفيق وتأهلت الى الجولة الثانية من تحس منافسك من كلهم هالكلام دبلوماسي كلهم انا اقول لك كلهم فيهم اتفاقنا في البداية على الصراحة والوضوح اصرح كلهم اقول لك شي يمكن استشهر بالدكتور عصامة مسي عليه بالخير وهو محد انت اكيد على تواصل وياه والله اياها الله تواصل وياه وقل له طبعا هو صد استاذي تواصل وياه وقل له السادة شنو يقول لك خاصة في هالدورة اقول له تصدق ان انا يعني فرحان لنا كلنا اول شي ان احنا تجدامنا على هالخطوة الجريئة بين اثنى عشر الف زايد قاصر في الدائرة ثالث شي ان الحمدلله رب العالمين يعني سويت انا قروب معاهم كلهم بالاتفاق وياهم ان يكون هذي مصدر مصدر قواتنا الحين ولا قروب بين المرشحين اي 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 الحين ولا للمستقبل والنائب اللي بيوصل من هذي المجموعة من خيرة الناس باذن الله كلنا بنكون دعمين له سواء ملفاتنا ولا بتطلعاتنا ما بنهد النائب على اساس لنا يكون عايمة بروحة ولا غيره ولا بس ما طوي على مكتبة لا بيكون ان شاء الله بنكون مشاركين وياه والله يوفق الجميع تحس الدائرة ممكن تناصر المرأة بسيتين صعب صعب لان بسيتين يعني ما عرف بس دائرة يعني محافظة كل البحرين محافظة لكن من سنة 2002 ليليوم ما يعني ما تشوف ان المرأة خذت يعني حضور غوي الا حين المتراشحتين اللي موجودين وتشوف ما شاء الله شغالين بقوة وعندهم فريق قوي والله يوفق الجميع يعرف لازمنا في برنامج الانتخاب على العقل اللي قلت ملامحة اه تكلمت عن الجامعة فرع جامعة البحرين تكلمت عن تطوير البنية التحتية في الدائرة وتوظيف ابناء الدائرة يا عتب انه هذه الاولويات اولويات بلدية نعم مو اولويات مشرع صح هل طرقت العنوان الخطأ؟ لا اصلا البلديات البلديات والمجلس البلدي يستمدون قواتهم وتشريعاتهم وقانونهم من مجلس النواب انت حلهم تشفت اللي سيدي جلالة الملك امر بنشاء جامعة في المحرق من سنة كم وكل النواب اللي ماره وكلهم تطرغوا لذي الموضوع يتكلمون عنه نعم موضوع بيعطي المنطقة ثقل ليش تأخرت هي اختاروا من درسة الهداية كمقر نعم وعقب انقلوا وعقب وعقب الحين وين الحين ودوا الساية الساية ايه فيعني صار بطء في التنفيذ هل العتب على النائب ولا الجاه الحكومية والله انا اشوف لو كان النائب يتابع انا اقول لك كان قصدك نائب لبسيتين تحديدا تحديدا اهو بالتعاون بعد مع النواب انه يطالبون ان ترعى يعني انا لما اقول الجامعة كثير 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 بتمتهض بالمنطقة سواء بيكون يعني الافضلية حق الاداريين وغيرها وغيرها من التوظيف وغيرها يعني تشوفنا من فاترة عن مجمع العواضي بي لبسيتين كان العواضي مقدم شروط وايد من ضمنها الوظائف وكان بيسوي اماكن حق الاهالي الدائرة اللي هما انا كنت وايد في ذي المشروع اهالي الدائرة اللي اللي عندهم استثمارات بسيطة والعوائل الاسار المنتجة كان بتحصل مميزات كثيرة في هذي المجمع فاني بالعكس اايد ملاحقة تنفيذ هذي الجامعة او المجمعات التجارية اللي بتصير في الدائرة بسألك عن موضوع الاستكتاب اللي صار اللي القصة الاشهر يمكن دائماً او لها محطاتها شنو عادةً يعني شنو اللي صار هل يقول لك تقرأ شيء ولا تكتب شيء شنو بالضبط يعني بزيل انا بقول لك موضوع الاستكتاب موضوع الاستكتاب الله يسالمك تروح اقل غاضي وهو يقول لك تفضل هذي الورقة والقلب واكتب بما ان انت ما حطيت اي مؤهل ولكن البلاد حطت صالح السادة بالاسم وبالصورة وباقي المرشحين اللي ترتبوهم ما حطيتو ليش صالح السادة بالذات شخصية معروفة صالح السادة ويأي معروفة خلف الله عليك صالح السادة ليش حطيتو صالح السادة ليش؟ لا ثاني نحط نهارا نحط ولا يبين كنا مبلك ما حطيتو فأنا ترى الشخصيات المعروفة والمشهورة واللي تخوض الشأن العام مشان الضريبة نعم ان اذا يقولون شي حلو نعم يبرز واذا يمكن يصير شي مو حلو يبرز فهذا ترى يعني ثمن الشهرة صدقني أنا بالعكس هذه من أولوياتي الشفافية والعدالة يعني ثق بالله اذا كان عندي عتب والذي ترى أخوي وأنا أكد ليك هذا ما بينقص في المونتاج موجود بالعكس أنا استاذي بالعكس أنا أثق أعرف مهنية الصحافة في مملكة البحرين ووجودها في المشروع الإصلاحي ما هو الا تعزيز رئيسي للمشروع الإصلاحي وأنا أثنيت على هذه على عملكم في أكثر من عملية ماذقم برد أرجع للاستكتاب لأن الناس كانت كانت تسأل حتى الصحافة شنو شنو بالضبط هذا الاستكتاب يعطيك يعني أنت في تجرباتك الحالية شنو مثلا كتاب يعطيك اكتب يعني اكتب اللي بيقوله لك الغاضي بس يقراء لك من الورقة طبعا يقراء لك من اللي هو من من قانون الترشح فأنت تكتبه ايه بس يقراء لك وأنا أقول لك أقول لك سيدا دراشد أنا مستعد يبون مرشحين كلهم ويكتبونهم صدقني صغطون لا بعضهم أنا أقول لك يبهم كلهم لا تنازل للمقابلة أول يبهم هني واطلب منهم اختار للمواطن رجالا ونساءا حقوق الترشح وغيرها نفس الفقرة اللي استكتبت فيها في الانتخابات السابقة في نفسها الغاضي بس يختار لا ما يختار أصلا هو تروح له مطب محظر تروح له يطلع على وراقك جدامك هو يقول لك مثلا ناقص الصورة ناقص تذي ناقص تذي الشعادة السيرة الذاتية وغيرها فيعطيك فيقول لك إذا ما عندك هذي تفضل ويبطل هو عمياني يبطل يقول لك اكتب اكتب في 2022 ليش يعني تحس ما في 2022 صارت لي دندرة يعني هو المصطلح الأنسب لم تجتز لاستكتاب بقول لك أنا رحت المحكمة واستكتبوك في المحكمة واستكتبوني المحظر حق القاضي والحمد لله يعني محظر كامل إن كتب شواء محظر القضية كلها إن أنا حلوني أول كتب اسمي واسمك والتاريخ وغيرها أنا كتبت المحظر وأنا أتيب حتى في التايبنغ اللابتوب ما تصيدني أنت أنت كصحفيين ما تصيدوني في التايبنغ لا أشوفك في الواتساب أوكي في الواتساب في التايبنغ حتى حنيبلي وأنا يعني حتى شغلي كله إلكتروني شغلي كله إلكتروني أي شو صار في اللجنة 2022 أقول لك رحت من البداية صار خربطة يعني مو خربطة أكرم عليهم لكن صار تعرف البحرين كلها أو محافظة محرك كلها ضغط على اللجنة فرحت شوي صار عندي متوتر مو ارتباك مو ارتباك بعاد أول يعني أنا اللجنة الإشرافية مو يديدة علي هذا الشهد من 2002 لي اليوم يمكن القضايا اللي تصيدك في الانتخابات كلها مريت عليها الطعون سواء يوم يطعن بخالد التمييز الرجوع للمحكمة فترة التأكد من قوامنا كلها كلها مريت فيها أنا في أشي مثلا أروح أقول لهم أحن بيصير تذي أحن بيصير تذي يعني متابع أتابع ومريت في كل مراحل الانتخابات كلها بزينة وشينة فرحت المحكمة وجدام الكل يعني قال لي أنت أطاعن على تذي تذي قلت له نعم فقال لي تفضل اكتب محضر الجلسة كتبت محضر الجلسة وعطيتهم مثل الحكومة قلت له تفضل اقرأ المحضر وبالعكس وأريحية لكن يوم دا شيت كان رابكة ضاعة أوراقي عطيت اللاجنة أوراقي وأنا انتظر يا ما ناداني الغاضي اللي أقوي نادوهم راحا أنا ليحي رحت حق اللي عطيت الأوراق شي الصالفة يا الشيخة قالت أنت قدمت يا جماعة قدمت خذية أوراقي ورحت طلع لأن أنا لي استكتاب فكانت أوراق يب يخلصون الجماعة فهني صارت الشاوشا راوية تعال كتب يا بسم الله كتب يا الله ان شاء الله كتبت وللأسف حولوني للمحكمة وصار اللي صار كتب البعض يترشح وهذا شيء في كل موسم انتقابي البعض يترشح لتحسين وضع الاقتصادي والمادي خصوم صالح السادة يتهمون بهذا الشيء شنو ردك عليهم؟ يتهموني أن أنا أحسن وضعي المادي أن الترشح الترشح لغاية أبعد تمثيل الناس هذا هدف نعم ولكن أيضا تحسين الوضع المادي إلى الشخص أنا أقول لك الغاية من ترشحي شنو ولا تبك أرد على كلامهم؟ لثني أرد على كلامهم هذي غير صحيح واللي الجراب مني عارفه ثاني شاغلة غايتي الأساسية من الترشح من آداء النائب سواء اللي بطلت عضويته أو السابغين يالسين يعاولون على آداءهم التشريعي والرقابي فقط يا جماعة الخير تعاونوا يا الحكومة مو معناته أنا أطلع بلبل وعادي الحكومة في الأخير من اللي منظر أهالي الدائرة وأهالي البحرين كلهم بالعكس أنا اللي حسنت علاقتي بالحكومة قدرت أمشي مشاريعي وقدرت أن أنا أخدم مباشر أشغلات خدمية في ناس اليوم يعني ما بأتكلم في أشغال بسيطة ممكن أنت تخدم شريحة كبيرة من المجتمع عن طريق مكتبك يعني أنت تقول لي حين النواب الحاليين تعرفش يساوي تروح له عندك أي شيء طبعاً مو دور النائب ولكن أنا أتكلم من حس الوطني لما يشوف مواطن عنده شيء متعصلك ولا غيره حالياً النواب ما احترامي لهم كلهم أو الأغلب عشان كل واحد يقول أكيد ما يقصدني السادة الأغلب تروح يسوي لك خطاب حق الوزارة المعنية ويقطف الميل المراسل ماله وانتهى وراح إذا بعد المكتب عنده نشيط بيراجع عن هذه الرسالة سواء الوزير ما يساوي بيحيلها للشؤون الغانونية وبيحيلها للنظر فيها وبتفتر وبترد لكن إذا كانت علاقتك زينة بالحكومة وزينة بالوزارة وغيرها صدقني ما في مشروع لك بتقادمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بينرفض في رأيك في إطار حديثك حين عن مجموعة النواب من أفضل نائب مر في لبسايتين من ألفين واثنين شيخ عودن طلبت واحد ولا عدن؟ واحد شيخ عودن بس هو قيادي في جمعية سياسية وانت عندك موقف بغض النظر عن توجه السياسي ما نري بعد إحنا طلع عنهم ولا لا طلع أنا أعين في الشوق بس لما هو نائب كان قيادي حلو، لكن كان كدور كنائب أنا ما سمعت أحد روح لا رد ما سمعت، وكان يدابط حق الناس ويتحرك أنا يمكن إذا إذا في العداد أعطوك أن أنا استشهد بسعادة عضو مجلس شوراك عبر رحمن العسومي وعبر رحمن عادل العسومي استشهدت بواقفه؟ ليه اليوم إذا يدش الانتخابات في الحورة يكسبها من أول جولة مع أنه وافق على الضريبة ووافق على التقاعد ليه اليوم إذا من تاريخ 2002 ليه اليوم كل دورة يأخذه من الجولة الأولى في مرة رح جولة تعمل؟ ويصلي بي خالله يذكره بالخير مرة هل بتأثر على كل هذي من 2002 ليه اليوم؟ فتخيل حين اليوم الناس يلسين يحطون على ترى يا جماعة الخير الناس يلسة تحط على النائب لا بها أنت ما خدمت الناس ولا بها أنت صوت على الضريبة والتقاعد نشوف السلوم صوت على الضريبة والتقاعد وأنا أقول لك بعد في 26 بعد بيأخذها ما الحكمة؟ الحكمة يخدمون الناس أنت إذا عادت الحكومة خسرت خدمة الناس وخسرت أداءك في المجلس خدمة الناس في صالح أحياناً يمكن النائب تكون عنده ميزانية لا 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 ما يبون منك الناس بيزات أستاذي اليوم بشكل رسمي نزلت ميدان من تاريخ القبول نزلت ميداني ونزلت في كل مرحلة أنزل فيها في 2018 وغيره وغيره أنا أقول لك خلي أروح لك 90% من البحرينين أو الدوائر اللي نزلت ناس عندهم عزة نفسه وكرامة ما يطلبون فلوس أنا أنا أتكلم دخلت البيوت أمسان ليس ساعة واحدة في البيوت بروحي الناس عمرها ما طلبت بيزات أنا أتكلم أنا دشيت الناس تطلب ولادهم عندي واحد في الدائرة والده مقدم كانني أدرس ماري وين بره على البحرين ورجع والحين يلسي حولينا في وزارة تربية تقييم وطولات العملية ويحاتي والدبس الثاني هاي الحالات اللي مرت عليه مسافر بره على البحرين عندها تجارة في جدة ووقفوا عليه مو تاجر توا مبتدع يعني ووقفوا عليه الشؤون ياب يرجعوا لشؤون ياب يثباتوا هذي هاي يحتاج فلوس؟ ما يحتاج الثالث واحد ولده في المحكمة على سبة راش اليوم أنا اليوم رحت وياه شخصية على سبة راش في العيد الوطني صار يعني خذ حكمه بحكمة هل يحتاج فلوس؟ ما يحتاج فلوس؟ هاي الغضايا اللي أنا ياطني بس توها من أمس ليه اليوم؟ واحدة بحرينية متزاوجة بغير بحريني وعايشة لأنها عندها حضانة عيالها فبعد من هذي الباب أنا بعدها أذكر هذي الغضية أتمنى من الوزارة التنمية تسوي مكتب يوعي البحرينيات في حال أنها تتزاوج من غير بحريني شنو الحقوق اللي هي بتخسرها أو الميزات اللي بتخسرها في حال هي قبولها بالزواج من غير بحرين علشان تكون واعية والله إذا تزاوجت غير بحريني ما نقول إحنا لا يمكن يعني ممكن نستثني بعد الخليجيين إحنا نقول إذا مثلا بتزاوج عربي أو مثلا الخليجيين نستثنيهم من هذي الغرار وإن شاء الله أنه ينظرون لا ترى الحكومة كلها أبان صاغية وأنا استاشهم بين قوسين يعني مدام يبطار الزواج يعني أنت أشهر عازب مرشح يمكن نعم صح في خطوة آية قريبة؟ لا أنا وضعي وضع البحرينيين أنا لما أتكلم وضعي وضع الشباب البحريني اللي يعتمد على نفسه ما يعتمد على ثروة أبو ولا ثروة أمه ولا ثروة عمام هذا اللي مأخر؟ وصلت تسعة وثلاثين سنة الحمد لله عندي ماسكان عندي شغلي عندي كل شيء لكن ما يوفي أن أنا أساوي المثل بالمثل شنو لو رضيت على خواتي بارضة على بنات الناس رسالتك لأهالي البسيتين رسالتي لأهالي البسيتين الله يوفق الجميع وصدقوني كلهم فيهم الخير والبركة سواء أنا ولا غيري وبإذن الله اللي بيوصل أطمئنه في هذه الدورة اللي بيوصل في هذه الدورة أطمئنه له إن شاء الله كلنا بنوقف وراه سواء بدون ما خصص أي أحا فاختاروا الأنسب لكم واللي أنت تحس أن هذي الشخص يماثلك فأنت روح وراه وتوثق فيه والله يوفق الجميع مشكور أخي صالح ما بيننا الشكر الله يحفظك وأنا الله يسالمك وولادكم ومنكم وفيكم وإن شاء الله الله يثبتني على هذه الكلمة اللي أقولها لك ولا أقولها من وراك